نتحدث أكثر عن كل هذه التطورات الميدانية من تعز ينضم إلينا سيادة العميد عبد العزيز المجيدي الخبير العسكري والاستراتيجي مساء الخير أهلا بك معنا إذن تقدم بعدة جبهات نتحدث عن الجوف عن صعدة عن الحديدة وفي عدن هناك مطالبة بالتظاهر رئيس الوزراء اليمني يطالب ضرورة وقف الاشتباكات وعودة القوات إلى ثقناتها كل هذه التطورات لو نطلع على أحدث ما فيها لو سمحت أحدث التطورات التي يقضها الجيش الوطني بالتنسيق مع قيادة التحالف وبإشراف مباشر للمعركة استكبال تحرير المناطق والمحافظات والمديريات التي ما زالت تحت سيطرة الإنقلابيين الحوتيين المدعوين إيرانيا يتقدم الجيش الوطني على الأرض بالتنسيق متوازياً مع الضربات القوية التي نفذها طيارنا التحالف باستمرار وتنسيق دقيق وفكاً وقطة تعاون وعدت مع الخطة العسكرية التي عدت من أدنى المستويات حتى أعلى المستويات وصدق عليها بعد النقاش وتصحيح كل ما تلزمه الخطة التقدم العسكري للوحدات العسكرية لألوية محور تعز يسير بشكل إيقابي وطيب ويحقق أهدافه وفق من خطة التي رسمت كل الجبهات وخاصة في الجهة الجنوبية الشرقية وفي الجهة الغربية والشمالية الغربية وكذلك في التجاه الجانب الغربي على الساحل الغربي باتجاه حيس وبديرية حيس العملية العسكرية تسير سيراً حسناً وفقاً والخطة التي صدق عليها والتي رسمت منذ فترة وصحح فيها كل الأخطاء التي كانت ترافقها الأعمال العسكرية مستمرة ومتلاحقة الليلاً ونهاراً وهذا مجعل المليشيطة الإنقلابية المعادية تنهار باستمرار وخاصة عندما تكون المعاركة المستمرة لا نعطيها أي نفس للعودة لاستعادة نفسها تشهد المليشيطة الانهيار وكذلك انقسام الداخلية بينها البين وعدم الثقة فيما بينها البين وهي تعتمد حالياً على نيران المدفعية من المسافة البعيدة لسيطرتها على الأسلحة التي كانت متركها الجيش اليمني وسلمت لها من قبل بعض القادة أو أغلب القادة في 2014 وإلى هنا لكن من خلال ما يدور من تقدم بأن القرار قد حسم لزاحة هذه المليشيات واستعادة كل المحافظات والدولة الشرعية والحقومة الشرعية كم بقية من تعز تحديداً إذا ما تحدثنا بما أنه في تقدم كبير بهذه المحافظة على كل جبهاتها كم بقية تقريباً لاستعادة كاملها من قبل قوات الشرعية خاصة مع تقدم الأخير موصف بالسابقة التقدم لقوات الشرعية مدعومة طبعاً بطيران التحالف التقدم يحكمه 80% وعورة وجغرافية مسرها الأعمال القتالية لكننا نوعد الجميع الإخوة في كل الأشقة بأن المفاجآت والتغيرة السريعة في المعركة الحديثة المشتركة ستشهدها على الواقع وعلى واقع مسرها الأعمال القتالية التي تمتد فيه كل المواقهات الحالية ستكون هي الإجابة على ما سألته أختي الكريمة والساعة القادمة هي ستكون الأكثر إجابة وسيكون هناك تحول مفاجئ على كل المستويات نتحدث عن المحافظات عدة لا نتحدث فقط عن تاعز هنا صحيح نعم نتحدث عن المحافظة تاعز وكل المحافظة التي يقري فيها الأعمال القتالية لأن التناغم المعركة في الحديدة في صعدة في البيضة هي تقريبا بهدف تقود نهايته إلى الانتصار والحسب السريع والهزيمة الساحقة لهذه الميليشيات الإنقلابية التي قتلت ودمرت وتعمل ضد الأمة العربية بالتنسيق مع من يواليهم في إيران وفي قم هؤلاء هم أحفاد أبلولو المقوسي وهؤلاء هم دعاة للشر والحرب والتدمير بما يخدم من يدعمهم في إيران من ناحية العسكرية كيف تختلف المعارك هذه وبالتالي كيف يختلف تحضير لها ومراحل بتحريرها استعادتها يعني إذا ما تحدثنا عن صعدة الجو في البيضاء في المقابل جبهة تعز والأكبر نقطة المتظرة الأكبر الحديدة انشغال عندما تشتعل المعارك على مستوى مسراحة الأعمال القتالية الذي يمتد من تعز الحديدة صعدة البيضاء كذلك في مقرب وكذلك في الجوف وفي نهم هذا هو العامل الأساسي لتشتيت قهد العدو وقاله ينهار بسرعة وتنهار قواته هذا هو الهدف الرئيسي والتناغم كما سبقت وان شرحته بأنه الأعمال القتالية لا تختلف كثيرا عن فرقة نحاسية الكل هنا يدق بكل آلة لكن التناغم يخرج نغم واحد والمعركة هكذا صحي ولكن طبيعة المنطقة والمحافظة الجغرافية والسكانية كل هذه تؤثر في ساعة المعارك أساسيا في دراسة بالجانب العسكري يعني المسرح الأعمال القتالية وعورته إضافة إلى العوائق التي زرعتها المليشطة الإنقلابية المعادية بالكثافة كبيرة من الأرغام هذه تؤثر تعيق ولا تمنع لكن الثمانئين في المئة نستطيع القول بأنه مسرح الأعمال القتالية وكغرافته هو يؤثر يا سلبا يا إيجابا على تناغم المعركة لكن الأمور تستهيد هناك سيحصل تأخير فقط أو إعاقاء لكن لا يمنع التقدم إطلاقا إلا ربما في عدن سنتابع تطورات هذا الموضوع طبعا خاصة بعد ما قاله رئيس الوزراء اليمني بأنه ما يحدث في عدن تحديدا هو يخدم الإيرانيين والحوثيين لذلك طلب وقف الاشتباكات هذا على الجانب السياسي وحده نحن نتكلف الجانب العسكري أختي الكريمة طبعا بس يعني هو كان مطالبة بوقف القتال العسكري إطلاقا ما يحدث سياسيا شكرا منتاعز أكيد كلام أكيد ما يحصل أي خلاف ويؤثر يؤثر 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 على المعركة أشكرك جزيلا منتاعز كنت معنا سيادة العميد عبد العزيز المجيدي الخبيل العسكري والستراتيجي شكرا ترجمة نانسي قنقر